في أشان الاقتصادي تتجه أوكرانيا والصين إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما خلال العام المقبل 2017 بحسب تصريح السفير الصيني في كييف حجم التبادل التجاري بين البلدين مع نهاية العام 2015 بلغ أكثر من 6 مليارات دولار أوكرانيا مستعدة لتوسيع أسواقها ليس مع الصين فقط ولكن مع مختلف دول العالم التفاصيل في تقرير الزميلة مارغاريتا ستيتسوك يقرأه الزميل إياد ستيتيا الالتزامات الضربية الباهضة والمعوقات الرسمية عوائق تقف أمام المنتجين الأوكرانيين الحكومة أخذت على عاتقها المساهمة في تطوير الأعمال التجارية وفتح أسواق جديدة أنا أؤيد اتباع سياسة تساوي الفرص فعلى سبيل المثال اشترأت الحكومة قاترات هيونداي للسكك الحديدية وإذا كانت القاترات الأوكرانية أرخص قيمة وليست بجودة أقل فلماذا لا ندعم الصناعة المحلية؟ لدعم الانتاج المحلي يعمل الآن على استراتيجية وطنية بمشاركة السلطات الأوكرانية وعديد من الفاعلين في قطاع الأعمال نقطة مهمة اكتشفناها وهو أنه لدينا ما يكفي من المعرفة عن كيفية انتاج منتجات تنافسية وعالية الجودة ولكننا نفتقر لمعرفة كيفية تسويق هذا المنتج في الأسواق الخارجية مناخ الاستثمار المواتي يعتبر ذا أهمية قصوى من أجل تنمية عملية التصدير إلى الخارج ومن المهم التخلي عن الخطط القديمة وتجاوز المعوقات الضريبية البداية يجب أن تكون من تنظيف قطاع الأعمال إذ لا يمكن لأي مستثمر أجنبي المجيئ إلى هنا في ظل وجود عديد المشاكل في هذا القطاع إذا كنتم تريدون امتلاك القدرة على المنافسة في أوكرانيا وفي الخارج عليكم تبيض هذا القطاع في هذا السياق وعدت الحكومة الأوكرانية بخلق بيئة استثمار شفافة وهو ما يتضمنه قانون الضرائب الجديد الذي يعمل النواب على دراسته شكرا